و اخيرا امازون بعد انتظار اربع سنين من دخول العالم الالعاب نزلو لنا لعبة جديدة اللي هي باسم كريسبول موجودة حاليا على ستيم اوبن بيتا موجودة مجانية للجميع اللي حاب بفوت يجربها بقدر يفوت يجربها هلا لو انت عندك انترنت كويس فوت جربة بس انا لاحكي لكم شو شفت بها اللعبة انا اول ما شفتها جربت نزلها والعبها لاحكي لكم شو شفت فيها الصراحة و شو انتباع عليها لاللعبة لانه اللعبة فعلا غريبة جدا و ما بتعرف عليك شو عم تلعب بالصراحة يعني هلا والله بسكان الطابة الارضية وفيديو جديد متن ما بنعرف لحنا عالم امازون دخل بعالم الالعاب و امازون كلهاتنا بنعرفها شو هي دخلوا بعالم الالعاب من اربع سنين و لحد الان ما نزلو لنا غير هاللعبة هاي وفي لعبة جديدة قادمة من شركة امازون على ستين تقريبا حق اربعين دولار اللعبة لحتكون من نوع الار جي بي بس لحنا ما لاح نركز على اللعبة التانية هلا لحنا نركز على لعبة كريسبول الخاصة بامازون هاي اللعبة اول ما تلعبها بتحس انه عندك انطباع جدا غريب لما انت تلعب هاللعبة ما بتعرف حالك شو عم تلعب بالصراحة هل انت عم تلعب اربع ضد اربع ولا عم تلعب بطل رويل ولا شو عم تلعب انت ما بتعرف شو عم تلعب خلينا هلا اول شي اقل لكم هيك على اللوب بلمحة سريعة شو هي هاي اللعبة بالنسبة للعبة كريسبول لحتكون من نوع البي في بي اي يعني لحتكون انه الناس ضد ناس مع الطبيقه كيف لحتكون هاي اللعبة في عندك اثنين مود لما انت تفوت لجوا في عندك هارت اوف هافز اللي هو بيكون عبارة عن انك انت بتنزل اربعة ضد اربعة فرق مكون اونلاي من الناس عشوائية بتفوت اربعة ضد اربعة بطور الهارت اوف هافز كلا عليك انك انت بهذا الطور بيكون مكان رسبون عشوائي انت بتختاره عن طريق الماب مت مزاير امامك بتنزل بالمكان العشوائي وبدأك تستنى تقريبا فترة زمنية ما تتقارب مثلا الخمس دقايق على بين ما ينزل الهارت الهافز اللي هو عبارة عن حوش اوف بتدر تقول خلايا بيكون فيها هارت اللي هو القلب اللي يظاهر امامك كلا عليك انك انت لما بتنزل بالماب بدك تستنى لحتى ينزل الهارت اوف هافز اللي هي الخلية بده تنزل هاي الخلية بقى وانت كل عليك انك انت تروح تدري باشي خلال هالف خمس دقايه هي اللي انت عم تستنى الهاففز لما ينزل او الخلية لما تنزل خلين خلال هالف خلية لانه مشان ي Bead page و�اء تكتب OURS ولكن خلال الخمس دقايه على بين ما ينزل الهافز يجب ان تستنى ما يقارب الخمس دقايه لا تعمل شيء بالخريطة فعلياً كله عليك انك انت بس بتروح بتقتل اللوحوش بتقتل هدول اللماشين وبياكتوا وضربوهن نساكتين والصراحة اللعبة ما فيها اي تفاعل ذكي بالنسبة للوحوش اللوحوش بس تضرب عليك اشياء مثل هيك لها باويك اشياء غريبة من هدول اللوحوش بس انت بتدمر هدول اللوحوش بتاخد منهم عبارة عن اكس بي بتقدر تقول عليها اكس بي هاي لانك انت بتاخدها بتحتاجها مشان تلفل اكتر بالشخصية تبعك هذا الطور عبارة عن اربعة ضد اربعة بيكون عندك ثلاث نقاط لازم تجمعها من هدول الهافز هدول الهافز بنزل منه القلب بتروح بتكبس عليه بتاخده وبتستنى لحتى تاخد هذا القلب من هاي الخلية لحتى تقدر تربح الراون عبارة عن ثلاث راوندات انت بتحاول تروح تاخد الخلية وتاخد قلبها بس لتنزل الخلية بعد كل فترة زمنية تقريبا شي خمس دقائق فعليا ما تعمل شي انت و تستنى الخلية لما تنزل لما تدمر الخلية ما بتستنى اي شي تعمله بس هيك تقل تصفون وبتدمر هدول اللوحوش لحتى تاخد اكس بي وبالنسبة للطور الثانية اللي هو عبارة عن آلفا هانتر اللي هو بيكون اتنين ضد اتنين تقريبا تقدر تقول شبيه بالبطر ريال بس ما في تناسق ابدا فيهم لانك انت اذا انزلت اتنين ضد اتنين و بيكونوا تقريبا شي 8 فرق يعني تقريبا 8 ضرب اتنين شي 16 لاعب تقريبيا ما عليك انت تعمل اي شي غير انك تروح تقتل الناس التانية و لما تروح تقتل الناس التانية ما عد فيه ريسبون خلص بس في شي مو متناسق بالموضوع لانك انت اذا اقيت شخصية مو حلوة مثلا مثل شخصية سمر مثلا مع ايرل ما بتتناسق ابدا الموضوع لانه الواحد بيضرب من بعيد واحد بيضرب من قريب و اذا انت كنت مو تقريبا مضبط مع الشريكة اللي معاك و نزل معك ناس مثلا مثل ان خلينا كابتن و مثلا توسكا هذول الاثنين واحد بيضرب من بعيد واحد بيضرب من قريب بيضمج كثير بيشلخك شلخ بالدمج القريب هذول الاثنين اذا نزلوا مع بعض مثلا انت بيكون ما عندك اي فرصة لحتى تقدر تنافز و بتمل فجأة وفيها شغلة سلبية جدا 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 لما انت انت تنزل بتطور heart of halves مبتدير تطلع ان الجام او تكانسل الجام لك بدك تكمل الجام ولو انت اطلعت على لوبة وقدعم تلعب بالجام لازم تفوت تكمل الجام وضح تقدر تفوت على واحد ثاني هذه الشغلة سلبية جدا و انا بكره جدا بعالم الالعاب انك انت تجبرني يكمل الجام ممكن انا انزل جام مع ناس ما بيعرفوا يلعب و انا ازهق و املي اقرف من اللعبة فهذا الشي سلبي جدا بالنسبة لهيك الالعاب بالنسبة للطور الاول والطور الثاني اللي هو الالفا هانتر والهارت اوف هافز خلينا نحكي شوية عن الشخصيات وعن اللوبي مثل مظاهر امامكم هي اللوبي فيها شغلة كثيرة اللي هي مثل البطلباس عملة البطلباس هاده تقريبا حقه 250 متل ما متعودين بجميع الالعاب 10 دولار تقريبا سعره بس انت لما تفوت على اللعبة بيكون معك الف من عملة اللعبة بيقدر تشتري فيها البطلباس دغري يعني مثل مظاهر امامكم انا بشترا البطلباس السهل له بنستVR اللعبة يحبيت اجربها اوجربتها اللعبة بس ما لديتها ابدا حلوة مثل مشوافين اشتريت انا البطلباس كام معي حقه اول ما فرت على اللعبة كام معي 1000 وفتح البطلباس البطلباس بعطيك اشياء مثلا مثل القوان سکنات وشخصيات اشياء كتير جدا بالنسبة للعبة مافي شي البطلباس يعني حلو كتير رسمات العاب اسوات مافي شي زيادة يعني مافي شي وذلك تصميم الخريطة St XP على مصور الإعلان نظرتنا الألعاب المجانية اختلفت بضرب لك مثال مثل Call of Duty Warzone واحدة من أطخم الألعاب لول Call of Duty نزلت مجانية وكسرت الدنيا Fortnite مجانية وكسرت الدنيا Apex Legends كسرت الدنيا مع أنه مجانية الألعاب المجانية صارت نظرتها حلوة بس شركة أمازون مع الأسف نزلت لعبة مجانية وقالت يلا كله ألعابها وفري ويلا إتسوكيل وإحنا نزلنا لعبة وخلصنا هيك فالألعاب المجانية صارت نزلتها حلوة جدا الألعاب مجانية تنزل ألعاب خرافية أما اللعبة الصراحة تقييمها ما بيكون عن أكتر من أربعة بس لأنه الجرافيك بيكون فيها حلو ومو أكتر من هيك بالنسبة للشخصيات خلينا نفوت على الشخصيات عندك كسة شخصية تقدر تقول عشر شخصيات من بيناتهم كابتن وسامر وإيرو وتوسكا وشاكريري ومدري مين دول أسمائل غريبة والأشكال غريبة جدا ما بعرف شو عملو في عندك الناس اللي مثل الكابتن اللي هو بيكون تقريبا بيركد وعنده ميزات خفيفة جدا وعندك سامر اللي هي بالنار بس فيها شغلة غريبة أنك أنت عم تلعب بالشخصية من على الشمال لما تطلع من على الشخصية بالشمال بتحس عينك اللي شمال فيها شي غلط أو عينك اليمين فيها شي غلط ما بتعرف تلعب وما بتعرف تتحكم غير لما تلعب شوي وتأخذ على الجو الصراحة الشخصية غريبة جدا من على الشمال ما حبيتها القصة أنا أول مرة بشوف هيك شي أنه تكون الشخصية من على الشمال وانت عم تلعب بتحول فعليا انت بتحول بالنسبة للشخصيات الشخصيات ما فيها هالشي الحلو جدا بس فيها شي اللي بيخليك تنشل وما بتعرف تلعب بالنسبة مثلا خلينا نحكي على مين بدنا نحكي خلا نحكي على سازين مثلا هاي فيها شي غريب جدا ما كنت تقفهمه شو هي مثلا لما تختار شخصية سازين بيكون معه شوتغان وبيكون معه السود الأسود مثلا فيه عشر طلقات لما انت تضرب العشر طلقات ما تعمل له ريلوود أو تعباي لا بدك تبطر تقليب على سلاحة ثاني يلي هو الشوتغان بتقليب على الشوتغان بتضرب طلط طلقات وبيخلص معك بدك تستنى تعمل ريلوود وقت لحتى تاخد الأسود يعني ما تقدر تقلب بين الأسلحة مثل ما لحنا متعودين بجميع الألعاب مثل Call of Duty مثل Fortnite مثل PUBG انك انت بتقلب بين الأسلحة بدون وقت وبدون ريلوود الصراحة غريبة جدا هاي القصة وبيكون معه سكينة وبالنسبة للميزات اللي شايفينها انتو هون على الشمال بالنسبة للميزات كل شخصية الى ميزات بس هدول الميزات سهلين جدا انك انت تختارن في عندك Earl مثلا في عنده ميزة انه هو بياخد هيل بيهيل نفسه في عنده انه مثلا تركض فيه او مثلا بتشغل مثل نفاس جوات اللي سلاح تبع بتخليك تمشي بسرعة اللعبة الصراحة غريبة جدا والشخصيات غريبة جدا انا ما يعني يعني ما ما حبيت اللعبة ابدا ولو انت من النوع اللي انت عندك الباقة تسمح لك انك انت تنزلها موجودة هي فري بيتا او تجربة مجانية جوات ستيم بتقدر تنزلها بمساحة 12 جيجا تقريبيا لو انت عندك باقة نصيحتي انك نزلها وجربها وعندك باقة ونت حلو بس انت لو ما عندك نت حلو لا باقة وباقتك محدودة فبنصحك لا تنزل اللعبة ابدا لانك ما لح تلعبها غير غيم او غيمة متل ما انا صار معي وخلص ما تلعبتها ابدا لانه اللعبة غريبة جدا مع انش ترتفع البطل باس يعني اول مرة بشوف لعبة بتعطيك حق بطل باس اول ما تفوت ممكن تكون هاي انه شد للاعبين او مشان اللاعبين يلعبوها دغري او يستمتعوا فيها للعبة اول ما تنزل ويجربوا البطل باس الصراحة اللعبة ما كتير يعني وبالنسبة للسكنات او الشخصيات كل شخصيات تدر تقول فيها سكن وفيها اشكال وفيها الوان مثلا خلينا نشوف ايرل مثلا في عنده شيف بصير شيف فجأة مدري شو بصير باقي ايرل اسمه بصير في عندك ريد وفي عندك ماجور وفي عندك اشياء كتير غريبة بالنسبة للسكنات تدر تفتحها من خلال عملة اللعبة اللي هي خمسمية في سكن وفيه بألف وفيه بأكتر من ألف فيه بواحد مدري شو هاي عملة اللعبة فالصراحة اللعبة ما بتستعيل الصراحة كلها الأد يعني هي متعوبة عليها بالنسبة للغرافيك وبالنسبة لأشياء تانية وبالنسبة للتطويرات ما في شيء والمود اللي فيها مو حلو أبدا اللي هو الالفا هانتر لأنه مو متوافق أبدا يا أما بتكون تلعب مع واحد محترف بالجيمز لحتى تقدر تنسق بينك وبين شخصيات تانية لحتى تقدروا تاخدوا القيم أما بالنسبة للهارت أوف هافز هو زريف جدا أنك أنت بتنزل بتاخد القلب بس طول هالفترة هاي اللي هو ما في هافز اللي هو ما في وحش أو ما في خلية ما بتقدر تعمل شيء مجرد ما أنك أنت تلف بالخريطة وتروح مثلا تقتل وحوش هدول المساكين اللي ما في غير عم ندبحهم لحتى تستنى ليخلص الوقت تبع الخلية وتنزل الخلية بتاع الفريقين اجتمعوا هنيك وحيانا ما بتلاقي الفريقين اجتمعوا هنيك كل واحد ماشي مع نفسه وسارح مع نفسه ما حدا عم يلعب هاي اللعبة بكل مختصر يعني كل اللي شفناه من أمازون تمنى أنه تتجدد أكتر وأكتر مشان تكون اللعبة ممتعة وصراحة الناس ما تمبسطت بالألعاب اللي مثل هاي لازم يكون عندك شيء جديد أو شيء حلول حتى تلعب لأنه أول ما شفت إعلانه أنا ما عرفت شو اللعب يعني لما تشوف الأعلان انت ما بتفهم شو عم تلعب شو بدك تلعب هلأ حاليا انت مو فهمات فبس سهيا كانت لعبتنا اليوم اللي هي كريسبل بتمنى تكون عجبك الفيديو واستفادت لا تنسى اللي بك شراء تفعيل زر الجرس ولو جربت تكتبني تحت بالكومنتات لأنه رأييك مهم جدا ورأيي الناس مهم جدا بالنسبة لهي اللعبة اللي جديدة وشروع لك زر كمت مقطعنا لآخر وبرعاية الله